السلام عليكم. اذا بنسبة للفيديو الاول او للدرس الاول. احنا قد ندير هذا الفيديو هو الاول عددنا باش نبدأوا الدرس ديالنا. بالنسبة للدورة الشاملة. انا مبغيش نبدأ لكم الدرس حتى نديروا حتى ندير هذا الفيديو هذا. اول حاجة خاصة نقربكم لهذه الدورة هذه باش تعرفوا باش تعرفوا شنو شنو اللي كي ينتظركم وشنو تستفدوا. اذا بنسبة للدورة الشاملة عند علاقة بالتقليدي وكل ما كانت تتعلق بالتقليدي المغربي. وبالمناسبة هذي غير بالنسبة للناس اللي عندهم مرغبة انهم ياخدوا شي حاجة اخرى يعني ياخدوا العصري او لانهم ياخدوا الموضوع اللي بغاوهما. احنا قد ندير واحد العدد للدورة اللي عند علاقة بتفصيل الخياتة التقليدية والعصرية. يعني تمكنك تدير الدورة في الموضوع اللي بغيت انت او لا الموضيلات اللي بغيت تخدمهم في كيفما كانوا سواء في التقليدي ولا في العصرية. بغيت الدورة كنا دورة في اساسية الباترون كانت دورة في القواعد الاسس دي التقليدي كانت دورة في الموضيلات يعني في سالة وخياطات تقليدية، كان الدورة 0 ,شخشة وفصلة وخياطة العصرية كان دورة في الزواق بالالة تلاöyleب الأهمية ودورة في الزواق بالبليد كان دورة في الخياطة الأيدوية في صفة عامة يعني لدينا صحيح الاعدادات والدورات اللي نقوم ب 부�ددا لديهم قارervة و chủيت an子 تختار الموضوع اللي يريدون ونقوم بمجانبه يعني ليس غير هالدورة هذه اللي كنا هذه غير كنا في تكوي الجامعية أما بالنسبة للدورات الأخرى يعني عندهم طابع خاص وتيمكن لك تختار الموضوع اللي يبغيتون ونخدموه معك يعني ماشي غير هاد الدورة هذي اللي كينا هذي غير كيناف تكوين جامعي أما بنسبة للدورات الأخرين يعني ممكن أنك تدير أي موضوع بغيتي من خلال التكوين الفرضي أو لا دورة خاصة إذن غادينا بالنسبة للفكرة ديال الدورة الشاملة علش أنا سميتها الدورة الشاملة علش لأنه فعلا كتشمل المراحل ديال التكوين أو لا ديال التعليم لأنه نحن نعرف أنه أغلب الناس خذوا التقليدي بطريقة تقليدية ونحن سنخدم معكم تكوين رغم أنه سنخدم تكوين ولكن بطريقة تقليدية وبالمراحل وبالأولويات الناس الذين كانوا يتعلمون التقليدي شعال هذه فمثال من الذين كنا صغار يعني كثير من الناس خذوا التقليدي بطريقة تقليدية أنا شخصيا خذت المهنة عن طريق تكوين ولكن بزاف دين الناس اللي اخدوا الحرفة ديال الخياطة والفصالة بطريقة تقليدية بمعنى أنه كتلقى المعلم تجيب واحد متعلم صغير وكيعلم الحرفة بمراحل يعني كل حاجة يعطيها الأولويات ديالها والمراحل يعني التراتب بيا ديالها بمعنى أنه بلي كنجيب واحد معلم واحد متعلم عفوان باش يتعلم عندي أول حاجة كنعلم هالي هو أنه معا أنه كيتسخر كيجيب عدي كجالب كنسخره باش أنه يجيب الحرير يجيب الخياط يتعلم أنه يأخذ الألوان يتعلم هاد أهدورة من بين الأمور اللي كيستفداء ذاك الوليد صغير باش أنه يتعلم إذن من بين الأمور كنعطيها برم كنعلمه يبرم يعني كيبدأ بالبريم هو الأول إذن بعدما كنعطيها كنحضره كيشد معايا البرم والله كيبرم معايا شوية كيتعلم يبرم شوية كيبلي هو يبرم لي يعني اللي سميتو في نفس الوقت كيتعلم الفينيسيون كيتعلم لغليد شوية كيبلي يبرم لعقاج شوية كيبلي تدريس وهكذا يتم غادي إذن نفس الفكرة نفس الفكرة اللي كنعلم بهذا كالوليد الصغير هي اللي غادي نتعلمو بها احنا في الدورة الشاملة غير هي هالدورة هذه عبارة عن واحد العدد دي المحاور اللي غادي بطريقة مرتبة بهذا الشكل هذا وغادي ناخدوها بطريقة يعني بتكوين يعني بطريقة علمية أول حاجة يعني منيح بنسبة للمحور الأول ديال الثورة غادي نتعرفه على الأدوات أدوات اللي غادي نحتاج سواء نفتفصيل في الخياطة في الخياطة بليد في الخياطة بالماكينة في الأدوات ديال البريم وبالزاف ديالأمور هذا بالنسبة للمحور ديالالأدوات المحور الثاني ديال البريم لأنه ما يبكيش نكون خياط ولا بغين ولا خياط وأنا ما كنعرفش نبرمه فكيف يعقل على أنه إلى جاني الموضيل كيفاش نقدر أن نعرف باش مخدوم باش من النوع ديال البريم كجيسي إذا كتعطيني صورة ولا كنشوف موضيل وتيخصين ديالوا واحد اليوتيوب ديالواحد دراسة ونعرف اش من خياطة فيه واش من فصالة فيه وفي نسبة لقطة هادك البريم او لديك خياطة اش من النوع ديال البريم اللي كين إذا باش أنه تكون عندي هذه القدرات يجب أن نكون بداية نعرف نبرمه نعرفنا اشن هو الكابل اشن هو الطرسان اشن هو المزنزل اشن هو الفتل وهذا شوخات نعرفه بعيني ولكن إذا كنت نعرف نبرمه سنكون متمكن أكثر وهنا كتكون عندي واحد دراية كافية وستكون عندي واحد لإمام كافي بنسبة للميدان إذا من خلال هاد دورات سنتعلموا نعرفه سنعرفوا كيفاش شنوى بل منجل المحور تريقة البرم أول كيفاش نبرم المحرك بالمطور لإaceut كيفاش نبرم المغوزل هناك نتعلم كيفاش نبرم المطور من دوم المحرك الكهربائي نعرف على الحرير وعندما يكون الحرير هذه الشعارات كيف نرجعون خيط واحد، كيف نرجعون خيط إذن حتى نعرف كيف نبرم جميع الأنواع، يعني الطرسان، الطرسان على الشعارات، المزنزل، المفتل هذا بحد ذاته ويستحق دورة خاصة إذن المحور الثالث عفوان، عنده علاقة بالفينيسيون لأن ذاك الوليد صغير من اللي تتعلم يبرم زيان، كان أعطاول الفينيسيون كيف يشركب العقاد، كيف يشركب يدير التدريس، بعض الأنواع دي التدريس، أو العدد دي التدريس، باش هنا تقول لي، يعني تقول لي واحد متعلم لي هو فعال داخل الورشة، يعني كي يخدم، كي تقوم بزاف دي الحويجات داخل الورشة إذن من بعد، كان دوزوا الخياطة، كانت تعلمون الخياطة بالماكينان، طبيعة الحال لأن الخياطة بليد عندها دورة خاصة بها، وتعلمون شحوجات بليد من خلال هذه الدورة ولكن، نحن بغينا نتعلم من اللي عرف أنه يبرم كي عرف أنه يدير الفينيسيون هذا، قد يدوزوا الماكينة باش يخيط لأنه قد يخيط، قد يخيط جميع الأنواع دي الموضيلات، يعني جميع الأنواع دي التقليدي، وبجميع الأنواع دي اللي برهم، وبجميع الأنواع دي الصفيفة، وبجميع مثلاً، كانت سطوك، كانت هابتا، كانت مسجودة، يعني هاد الأنواع، طريقة دي المونتاج اللولة والثانية والثالثة، إذن هاد الأمور كله، غد نتعلموه أنه تقريباً في هاد المحور دي الخياطة تقليدية بالآلة، هادنا فيه تقريباً ما يزيد إلى ثلاثين درس، فقط في المحور دي الخياطة، بلان كنت سليم بين حوار دي الخياطة، هاد يدول يأرون خيط، يعمل برب، يشيح في مكينة، ويشيح في الماكينة، أبنك لا تعرف أشنوما الأجزاء، أو ملاش كنت تكون جلّبا، ملاش كنت تتكون القفطان جلّبا في هالقبة، أعرف معا كيف شديرها، أعرف هاد الأمور كنت تعلمها تصير تقريباً أنها تصير راسية، إذن أجي حد نتعلمها الفصالة، إذا قد نعلم الفصالة بطريقة عصرية غير كما تعرفون بأن هذه الدورة التقليدية هي دورة تقليدية ولكن سنقوم بطريقة تقليدية نسبة لكم هي الأساس لدينا الفصالة المتفصيل بالقواعد والأسس أهم شيء هو أن نأخذ المقاسات بطريقة عصرية كيفما نأخذها للعصرية وجميع المقاسات التي نأخذها للعصرية تقريبا هم الذين نأخذها للعصرية ونفس الطريقة التي نأخذها للعصرية لهذا كما تعرفون جلابات تقليدية كما تفطيحين أو ضروات إلى الأخيرة إذا الأول على جلابات عصرية كما نأخذها لتحضر جلابات ومثل جلابات أفاضية ومثل جلابات منطو وتأخذها جلابات كما نأخذها لعصرية إذا من بعد كما نأخذ المقاسات بالنسبة للمحوار القواعد الأسس، كيف سنحصل على التركيز في القوم، كيف سنحصل على القاعدة والقب إلى أخير، لا ننسى القواعد، ننسى للتفصيل الموديلات، يعني تفصيل جلابا قفطان، جلابا إفازي، جلابا عدية، قفطان أفازي، queremos انفصل م Brotherhoodcape Bruno SBJCGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGV. أحد الأداد الموضيلات اللي هما مهمين كان خدموهم في تقليدي أخاهم مثل الأبايا أو البيجاما أو هذه الأمور رجل من العصرية ولكن كان خدموهم في تقليدي إذن من اللي كان سريو هذا المحوار هو ديال التفصيل اللي في واحد ما زد على 30 بص كان تقلو المحوار اللي هو مهم كذلك اللي هو طرق وأنواع التفصيل هذا المحوار هذا مهم جدا لأنه لا يمكن أن تكون لدي رؤية أو تكون لدي معلومات كافية في الميدان إذا لم يكن لدي الكليانة وتوري نيتيوب اللي عنده ونعرف ما طريقة سوف نفصله لأنه اللي كانت سمعوا الطريقة ديال الدخل في الخارجة أو الخارج في الخارج أو التنكيس أو هذه الطرق هؤلاء ما زادوا عطيباتيين ما زادوا مين فراء رجعوا على أس باش أنهم يحلوا لنا واحد المشكل واحد المشكل اللي كانت تعرضوا لي عملي كتجينا واحد السيدة عنده واحد مقاس معين وكتجيب واحد توب فيه واحد العبار معين أو واحد الحجم معين أو لوحد الشكل معين فهنا تجد تكون عندي قدرة على أن ينعرف هذه السيدة بالضبط بالحجم ديالها أولا بالعبار ديالها ودك التوب بالحجم اللي فيه وبالشكل اللي فيه أشمن طريقة دي نفصله يعني الطريقة باش كنفصل التوب كيف رضع لي توب حداته يعني يلقو ماش الشكل دياله أولا الحجم دياله أولا العبار ديال السيدة هدو ثلاثة العناصير عندهم 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 دخل أولا عندهم سبب وماليك يعطوني طريقة وماليك يخلوني أنني نضطر نسعم لواحد طريقة من طرق اللي كينين في طرق وأنواع التفصيل باش أني نفصل بهذاك المواضي أجل لا بقول لك فطر ما تهمش ولكن هديك الطريقة ديال الدخل في الخارج ولا خارج في الخارج ولا التنكيس ولا المعاكسة ولا الطريقة العادية الأولى التانية التالتة والرابعة هاد الطرق كلهم مجاوشوا من فراغ وإنما كيجيوا باش كل مرة كنتطر ندير واحد طريقة من هاد الطرق وإلى درستهم كاملين ما كنبقاش للقا مشكل تتولي عندي الإمكانية أنني أي موضيل وأي توب أنني نخرجه كيفما بيكون الحجم دياله وكيفما غايكون الشكل دياله وكيفما غايكون العبار ديال السيدة على الأقل مليكي تجيني التوب وكان ما غادش يخرج نهائيا يعني ضعيف فمليكي نشوفه كان عارفه ضعيف كان عارفه ما غادش يخرج بأي طريقة من الطرق فهنا ما كان ما كان كوش ضيجة تقديت لي وجدت لي سلعة دياله ومليكي مغين نفصله كان لقا مشكله وكان نضطر على أنني ندير حلول ترقيعية لربما غاد يخسر هادك التوب وربما غادش يعج في هادك الموضي ما غادش يعج مولاته غاد ينضطر على أنني نخلص التوب في نفس الوقت كان تحمل تكلفة ديالى لذلك الموديل اللي خدمت إذن مليكن سالي طرق وأنواء التفاصيل كان نتزول نأخذ بعضًا الأنواع دي القب بعدها الأنواع دي القب اللي كنتستعمل في الناقعة كين القب على عادي كين القب ديال النقاء في القب الكبير كين القب اللي كنتستعمل في جلاباء عصرية قوب كافيشو و كين للقب درابيل تاوع كنتستعمل في القبو بيات وفي هذه جلابيات العصرية ومن بعد من اللي كانت تعلموا هذا الشي كامل ضروري ما تخصنا نزيد ونكملوا وتكون عندنا نتمكنوا في الميدان ونعرفوا ونتعلموا الميكانيك ديال ليماشين اللي عندنا لأننا مليكا نتعلم مليكا تكون عندي ليماشين وتكون عندي صناعية وتتوقف الماكينة تخصني نقلب على المعلم يجي بشي ريقلية على الماكينة ولا بشي صوبها خصوصا نحن لك نعرفوا أن ليماشين ديال ليماشين تخسروا أكثر هي في مناسبات مثلا في الصيف ليس تكون الخدمة أو لا في العواشر ليس تكون عندنا الخدمة وتكونوا مضغوطين فهنا دارو تخصي يصوب ليكا الماكينة ديالك ديك سيصلحها أو لا يريقلها فمليكا تقلب على المعلم وليكا تسنتي يجي يعني تكون هنا واحد الروطار وهنا خصني أنا كنت نعرف نصوي الماكينة ديالي أسفل عليه الرجل هنا نبدليها الصبات نبدليها لبران نبدليها الكروشي نعديل الكروشي الرجل نبدلي الموتور إذا اقتدى الأمر رجل الموتور نبدل الصبات��도 الرجل على حسب نعرف رجلاج ديال تنسون نعرف رجلاج ديال تسببه الخيط يعني جميع البياس لكيني في الماكينة ديك القاطع الغيار دياله نعرف نبدليه ولا نعرف أنني الرجل إذا كنا هذا محور اللي عنده علاقة برجلاج تعديل آلة الخيطة وذكرت ديجا يعني الدروس اللي فيها من بعد من اللي كان سيئله هذا شيء، كان دزل شئ حاجة ليه شوية طالعة، كان دزل زواق المعلم بليد فهنا من اللي كان دزل زواق المعلم بليد، ديغس نعرف شنو زواق المعلم، شنو الفرق ما بين زواق المعلم الطير أو الزواق اللاصق، كيفاش كيتخدموه باش على الأقل يعني كتتعلم شي حاجة دي الزواق، ومن بعد كتكون عندي الإمكانية أنا نجي تهد ونقول لي ندير زواقات الرأسي ونعرف شنو زواق الطير أو شنو زواق اللاصق ونعرف الموضيلي لا شفته، نعرف أش من زواق اللي فيه باش إلا بغيت ندير بحال ديك الزواق، نعرف واش تخدم طايرة ولا تخدم لاصقها ما بين زواق الفرق ها هي أن antibody نزواق عند خدنها ونعرف زواق من زواق موضو المعلمين مع المCap لا أوجد الزواق اللاصق إلى آخر ونعتبر دورة خاصة للزواق الكلام وأيضاanza قد أثنبت أو دورة خاصة فيคะ يبغى يدخل لها مرحبا. اذا ما الذي كان تعلم هذا الشي كامل في المراحل الاخيرة ديال الدورة. هادا كل ما تعلم اللي تعلم هذا الشي كامل اشنو خاصه? هادا رولام علم اذا خاصه على انه يمشي تاو يفتح المحال ديالو ويدير المشروع ديالو. وباش يدير المشروع ديالو تيخصوا التعلم شي حويجات اللي هم مهم مين لان لهم علاقة بتسير وتنظيم الورشة او للمشروع. وهاد المحور هو الاخير تاوك ان اخدوه من خلال هاد دورة هادي. هاد الدورة هادي هدا هو على جسم مها هاد دورة الشاملة. وانك توكب لهن اكذن تعلم من البدايات ديالو حتى Héто يوقف على رجل وتيدي المشروع ديالو. هاد محور هادا تصير ورشة في التنظيم ديال العمل داخل الورشة تقسيم المهام ادارة ادارة تسير الدراسة ديال الموضلات الكلوفة والالوان والجودة وتحديد الكلوفات ويدالعاملة المواد الاولية المصاريف ديال اللي كيين في المشروع ومصاريف الجان Bewegات الدراسة السوق المحيط المجتمع المنافس تعامل مع الزبون الموعيد والشروط يعني الحفاظ عن السلولة الأرباح الخسائر الأمور كلها هي كندرسوها من خلال هذا المحور اللي هو محور محور مهم وفعال وغادي يعطينا واحد القيمة مضافة من خلال هالدورة هاتي إذن هذا أدي أعطيتكم واحد نبدأ على الدورة باش تعرفوا ما الذي فيها وتعرفوا ما الذي ستأخذوا وباقي تسجيل مفتوح حتى النهاية دي شهر تسعود اللي بغا يلتحق مع لكم إلا أنكم توصلوا معي عن طريق الواتساب عن طريق الواتساب في هذا الرقم اللي كنتشوفو أمامكم أو لا غتلقوا يعني المحاور دي الدورة في أول تعليق أو اللي في صندوق الوصف وفي نفس الوقت اللي بغا يدير شي دورة أخرى راح نقديرو حد العدد دي الدورات من خلال مركز البيجائي أزياء اللي الحال هذه من البداية الدين في الفين وخمستاش بدينا تكون عن بعد وكلنا اسمينا لأنه مدرس اللي بجري تعلم عن بعد اللي وصلنا داب الموسم السابع هو هذا اللي احنا فيه إذن بنسبة لتكون الجماعي آخر دورة بنسبة لتكون الجماعي هي هذه دي الدورة الشاملة ومبعد غير يبقى غير التكوين الفرضي باش هنا كل بيو كل واحد رغبة ديالو ودك شي اللي محتاجوا إذن هذه هي نوبة هذه نوبة على دورة على الدورة الشاملة آآ نتمنى على أنكم تبرتجوا هاد تبرتجوا هاد الفيديو على أوسع نطاق ونشوفكم في التعليقات بغيت نشوف الناس اللي عندهم اتمام واللي وبغيت نشوف الرأي ديركم ونقرأ التعليق ديركم ونعرف رأي ديركم فالدورة ها دي وشكا تبنوا على أنها فعالة كيف ما كان ضن انا وكيف ما اقتنع بها انا واللي عنده شي حاجة اولا شي اسئلة خلالية واللي بغت انها تلتحق اولا بغي يلتحق بالدورة ها دي فمحبا بكم والسلام عليكم